السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأجواء أجواء الفايروس والوباء هذا التأمين الصحي الرباني الشامل وهذه الوصفة النبوية الفاعلة تبدأ أولاً بالإيمان بالقضاء هذا هو قضاء الله عز وجل ولا نقول الحمد لله على كل حال قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والمؤمن عند السراء يشكر وعند الضراء يصبر وأمره كله خير كما قال عليه الصلاة والسلام ثانياً هذا الوباء سيزول حتماً لأنه عز وجل قال ما أنزل الله من داء إلا وجعل معه دواء علمه من علمه وجهله من جاء فنوقن بأنه سيزول بإذن الله لكن نبذل الأسباب النفسية والطبية والإيمانية ثالثاً الدعاء الله عز وجل أمرنا بالدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم لا يرد القضاء إلا الدعاء فعلينا أن ندعو لبلدنا والجميع بلاد المسلمين والبشرية بأن يزول هذا الوباء كما أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية وأذكار محصنة منها دعاء المشهور والذكر المشهور من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فأضر على السماء وهو السماء العليم في صبحه ثلاث مرات وفي مساء ثلاث مرات لم يضره شيء وغيرها من الأذكار والعدية العديدة رابعاً علينا تجاه ما تبذله الجهات الرسمية والحكومية مشكورة أن نلتزم بالتعليمات ونتبع الإرشادات ونسمع للمعلومات الصحية حتى لا يكون هناك بلبلة وتشويش وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يعافينا وإياكم المسلمين من كل داء وبلاء ووباء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر